موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن التفوق والنجاح عامة وفي الإسلام خاصة يرتكزان على أسس هامة ومنها تحديد الأهداف ومنها أن يتجنب الإنسان الإنسان اليأسى والإحباط وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يتجنب الإهمال وأن يكون منظماً في حياته بالإضافة إلى كل هذه الأسس وإلى كل هذه الأمور لا بد أن يكون طائعاً يا من تريد توفيقاً يا من تريد نجاحاً عليك أن تكون طائعاً قريباً من مولاك جل وعلاً في أي مجال ما من المجالات في المجال العلمي في مجال الدراسة في المجالات الحياتية العملية في أي عمل يقوم به الإنسان وهو ينشد التوفيق والنجاح لا بد أن يكون علاقته بمولاه جل وعلا ألم يكن لربنا سبحانه وتعالى في مجال العلم واتقوا الله ويعلمكم الله إذن أولاً طاعة الله سبحانه وتعالى تقوى الله الخوف من الله جل في علاه يا كل طالب علم إذا أردت توفيقاً ونجاحاً اجعل صلتك بربك سبحانه وتعالى قوية خف من مولاك سبحانه وتعالى خف من ربك جل في علاه قال ربنا سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إذن طاعة وتقوى خوف وخشية من الله جل وعلا ورع وبعد عن الحرام قال الإمام الشافعي رضوان الله جل وعلا عليه شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي كن ورعاً كن تقياً طائعاً ثم اجعل أخلاقك أخلاقاً طيبة حسنة وأنت بار لوالديك تخيل أن إنساناً في مجاله في مجاله العلمي في مجاله العملي في أي عمل ما من الأعمال وهو عاق لوالديه أتراه يوفق أتراه يسدد في حياته وفي عمله وفي كل أموره أبداً إن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن تحدث عن توحيده وعبادته قال واعبد الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً كن صاحب أخلاق طيبة قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قدم الله جل وعلا التربية على العلم قدم الأخلاق الطيبة على اكتساب العلوم والمعارف فيا من تريد علماً يا من تريد زيادةً واستزادةً من العلوم والمعارف قدم أولاً أدبك أخلاقك الطيبة ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن تواضع العلماء يحدثنا عن تواضع من يريد علماً وَكُنْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا قوّي علاقتك بربك وكن صاحب همة عالية طريق إلى التفوق سبيل إلى النجاح يحتاج إلى همم عالية يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها يحب أصحاب الهمم العالية الذين ينظرون إلى معالي الأمور ينظرون إلى كل رقي وترق في هذه الحياة إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ثم يا كل طالب علم يا من تريد توفيقاً ونجاحاً اختر صاحبك دعني أقول اختر صديقك يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل اختر صديقك اختر صاحبك ولذلك قال الشاعر ما لي أرى الشمع يبكي في مواقده أمن حرقة النار أمن فرقة العسل من لم تجانسه فاحذر أن تجالسه ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل صاحب يأخذ بيديك إلى الرسوب إلى الإهمال إلى عدم احترام النظام وصديق يأخذ بيديك إلى النجاح إلى التوفيق إلى السداد أقول يا من تريد توفيقاً ونجاحاً يا كل صاحب علم يا كل طالب يا كل عامل يا كل إنسان ينشد النجاح والتوفيق عليك بتقوى الله قوي علاقتك بربك خف من مولاك سبحانه وتعالى اختر أصدقائك كن صاحب خلق طيب بر والديك أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يجعلنا على الدوام دنيا وأخرى من عباده المفلحين من عباده المخلصين المخلصين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وعلى آل البيت الأطهار وعلى الصحب الأخيار جزاكم الله خيراً سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة